موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن زيارة المبعوث الأممي مارتين جريفث إلى صنعاء لبحث إمكانية إنقاذ اتفاق السوك هولم وأبعاد هذه الزيارة على المسار السياسي المتعثر بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث زيارة جديدة إلى صنعاء لبحث تنفيذ اتفاق السوك هولم بعد زيارة معلنة له إلى صنعاء في نفس هذا الشهر وقال مصدر في مكتب المبعوث الأممي أنه سيزور صنعاء من أجل العمل على التنفيذ السريع لاتفاق الحديدة وتبادل الأسرة الذي تعثر تنفيذه حتى اللحظة وكان موكب بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة الهدنة في الحديدة تعرض الأسبوع الماضي لإطلاق نار في المدينة بدون وقوع إصابات في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنقشه في محورين إلى أين تتجه أو يتجه المسار السياسي بعد زيارة جريفث إلى صنعاء وماذا يمكن أن تقدموا هذه الزيارة لتنفيذ اتفاق الحديدة الذي تعثر نتابع مشاهدنا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع طيوفي التكتم يوحيط بثاني زيارة يقوم بها المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد مشاورة السويد وسط تأكيدات من الأمم المتحدة بأن الزيارة تهدف بشكل أساس إلى تسريع تنفيذ اتفاق السوكولم بشأن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وتشير أحدث المعلومات المتصلة بأجندة السلام اليمنية لأن المبعوث الأممي يبذل مساع حتيثة لضمان عقد مفاوضات سياسية وأمنية بحلول لنهاية شهر فبراير المقبل أي بتأخير شهر كامل عن الموعد الذي كان قد تم تحديده في وقت سابق لإطلاق هذه المفاوضات لكن العقبة الرئيسية التي تعترض جهود غريفث في المرحلة الراهنة تتمثل في تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة وهو الجزء الأهم من تفاهم السوكولم أهم أسبب هذا التعثر فإنها باتت من وجهة نظر ميليشيا الحوثي تتصل بأداء ودور رئيس بعثة المراقبة لجنارال هولندي المتقعد باتريك كاميرت الذي صعد الحوثيون ضده بشكل كبير جدا وزعموا أنه ينفذ أجندة مشبوهة في محاولة على ما يبدو للتنصل من هذا الاتفاق وتفيد أنباء غير مؤكدة بأن الجنارال كاميرت طلب من الأمم المتحدة نقل عمليات البعثة إلى خارج اليمن في ظل التعقيدات التي يولدها وجوده داخل الحديدة بحسب مصادر صحفية عربية تتبنى بشكل كامل وجهة النظر الحوثية وتضع تطورات كهذه جهود الأمم المتحدة على المحاك خصوصا بعد تبني مجلس الأمن القرار رقم 2452 الذي قضى بإنشاء بعثة سياسية دائمة للرقابة على وقف إطراق النار في محافظة الحديدة وزيادة عدد المراقبين بإضافة 75 مراقبا جديدا ومن المرجح أن تكون هذه النقطة محل بحث مصفيدا للمبعوث الأممي في صنعاء والذي سيضع أولوية تمكين البعثة من عملها على رأس اهتمامه خلال الزيارة الحالية للعاصمة صنعاء يأتي ذلك فيما لا يزال المجتمع الدولي يظهر القدر ذاته من الدعم لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفث على نحو ما أكد عليه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل خلال لقائه الرئيس هدي الإثنين بالرياض فيما يستمر الإنسداد ذاته في أفق الحل السلمي للأزمة والحرب في اليمن إذن مشاهدين نبدأ النقاش وتنضم إلينا الكاتب والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين ستنضم إلينا من البحرين سيدة ميساء مساء الخير مساء عمورة أهلا بك أهلا بك سيدة ميساء إذن تحركات عديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن آخر تحركان له أو يرتب إلى صنعالي عادة المسار السياسي وإنقاذ اتفاق السويد هل باعتقادك ستؤثر هذه التحركات على المشهد اليمني بشكل عام؟ هل هي محاولات لنا؟ يبدو أن الاتفاق درام أنه يعتبر اتفاق جزئي على حيثية بسيطة لكنه متعسل وهذا يعني يناجب كل التوضعات المتفائلة في بداية في سندر وأنه بعد شهر سوف تنعجل جولة مفاوضات أخرى على اعتبار أن الذي سيب خلال شهر ممكن أن يتم تطبيق اتفاق السوكهون لكن كما هو واضح أنه نحن داخلين في الشهر الثاني ولا يزال اتفاق السوكهون غير قابل للتطبيق وأكبر يعني يبدو أنه من أكبر المعرجلين هم الحركة الحوثية نعم وكذلك كان سبق زيارة عن الصنع أنه محاولة الضغط على الحوثيين لأنه أيضا الحوثيين ليس من مطقتهم بأنه بيخسروا علاقتهم في المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل كامل وهذا بالنسبة للأمم المجتمع الدولي مسألة على المحك يعني هذا كان اختبار نواعي أهل المخوثين اختبار بفيت فإذا فشلوا فيه فهذا سيؤدي إلى خطران كامل لصورتهم خصوصا أنه كان الوضع لصالحهم بشكل كبير كان الضغط معظم موجه للسعودية بذلك بعد قضية خاشغجي لكن لأول مرة يكون الضغط الآن الدولي موجه للصورتية فهذا الشكل بيختروا بشكل كبير على المستوى صورتهم أمام الرأي العام الإعلامي والغربي خلوظا أنهم كانوا مشوا فيه صوت لا بأسيا كان قبل فترة سيا أن أضافت مجموعة من جياداتهم كانت لهم جيادات في الواشنطن بوست كتابات مثل محمد الحوثي يعني ففي النهاية كان في محاولة للترويج بهم والتطبيع معهم غربية مثلا قبل زيارة البرلمان الفرنسي وأن الفرنسي كانوا حتى فترة جيدة يرفضوا حتى لقاء أي خوف فهم بالتالي بيختروا بشكل كبير وهم إذا لم يطبقوا الاتفاق ولا أدري لأي درجة هم معين بهذا الخطار لكن سيدة ميسا هل أنت نظرتك لهذا الأمر هو بمثابة اختبار للميليشيا يعني ما يقوم به المجتمع الدولي والمبعوث الأممي يعني هو بمثابة اختبار لنوايا ميليشيا الحوثي أم أن المجتمع الدولي برمته هو متناغم مع ما يقوم به الحوثي بحيث أن هذا الأمر يشكل ضغط وابتزاز على دول الخليج لا 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 أعتقدت أبدا أنا أعتقد أنه كان اختبار نواياهم وكان الحديث دائما بيدور أنه إذا الميليشيا الحوثي اجتبعت بهذا الاتفاق ممكن بهذا الشكل ينساعد من ضغطنا على السعودية للوصول الاتفاق أكبر واتفاق نهائي فلا أتصور هذا العالم عمليا في الألم يتعرض بمضغط كبير الحكومات الغربية من الإعلام من مضمات الاجتماع البدني ووقف حرب اليمن أول مرة تصر محل التنزاف وكان في الحديث في الفترة الماضية عن مسألة وقفة تسليح السعودية حاليا لا تصدق خلاحهم في السعودية لفترة من الزمن بعد دقيقة خاشة أعتقد أنها ستأخذ وقت طويل حتى يعيدوا استثماراتهم مثل الخلاح للسعودية نعم فأتصور أنه المسألة مش بالشكل اللي احنا متخيلين هو طبعا في تعدد في زوايا يعني الزوايا نظرة في العالم اليمن هي تعددة في زاوية مصلحة في زاوية ضغط إعلامي وفيها جانب أخلاقي ممكن احنا بمتصور أنه مش صحيح لكنه بيشبق لهم ضغط على المدى البعيد بيعمل مفعول لا بأس فهذه المسائل أعتقد أنها صعلا مؤثرة وكما هيا هم بيبيعوا استثمار حتى لو تسسلهم يعني كما هيا السلح يتبع بأي حال من الأحوال السعودية والسعودين من الأكبر المشارين السلح حتى قبل حرب اليمن نعم لكن سيدة ميساء يعني في مسألة الحوثيين هم يعني في الأساس لا يريدون أن يظهروا أمام المجتمع الدولي كطرف معرقا لأي تسوية وبالمقابل لا يقبلون أو يرغبون بتقديم أي تنازل في مسألة الحديدة على وجه التحديد يعني بهذا الواقع إلى أين ستتجه الأمور برأيك أنا تصور أن هذا إشكالية حديدية داخل الجماعة إشكالية في صراحة مع نفسها صراحة كجماعة هي طبيعتها نشأت في بيئة منعزلة وفي ناقتل الوقت هي من البداية بتسعة تصميم العالم يعني لو تذكر عبد الملك الحوثي بعدما تصنع بسطرة بسيطة بدأ يعرف خدمات مكافحة الإرهاب للأمريكا اللي هو أقرى راسع شعار ضدها الماضي الأمريكا ففي النهاية خلينا نكون واضحين الحوثيين هم يريدوا علاجات طبيعية من العالم ويريدوا الاعتراف عالمي ودولي هذا أمر لا علاقة له بطبيعة شياستهم الداخلية وهم ممكن يتعاملوا بسجة مع طرف غير يمني أكثر ما يتعاملوا بسجة مع اليمنيين المختلفين عنهم فالمسألة عندها لها علاقة بتركيبتهم تركيبتهم تكوينهم كجماعة تركيبتهم الفكرية طبيعة ترجعياتهم وأيضا لها علاقة بالأجنحة اللي بيفاوضهم جنح السياسي لكن اللي بيطبق الجنح العسكري وهو جنح أكثر عقائدية أكثر صعوبة بتصاهم معه طب الثاني المسألة لها علاقة أيضا بأنهم الحوثيين ليسوا كتلة واحدة مجانسة بالكامل فحيح أنه في الأخير عبد الملك الحوثي بيحتكر الجرار النهائي لكن هذا ما يعنيش أنه في تفاوتات وتباينات والجنح العسكري تصاعد أهميتها وصار لا يمكن الاستهانة بتأثيرها ولا باستقلاليتها بعد الحرب لأنه تصاعدت أهميتها بشكل كبير بعد الحرب بشكل أنه ممكن يقول صار الضوء موازية إلى حد كبير عبد الملك الحوثي والجنح السياسي بمثالهم هو الضوء الناعمة اللي هي يعني بقلت الأخير ضعيفة وسهلة لصاحبها وهي مستندة فقط على دعم عبد الملك الحوثي وجماعاتها الضيجة في الصعبة نعم أعتقد أن لها علاقة أيضاً بالضغوطات الإجليمية التي تعرضت لها الجماعة أثناء من عمان وروسيا وإيران يعني تعرضت لضغوطات الإجليمية الموافقة على السقمان لكنهم الآن هم يحاولون يحركوا الانتباه ومشكلة في عدم نجاح المبعوث الدولي نعم إذن وضحت الفكرة سيدة ميسا تكرمي بالبقاء معي سنشرك معنا في الحديث سينضم إلينا من نيويورك ناشط سياسي لبيب ناشر سيد لبيب مساء الخير مساء الأنوار مساء الأنوار أهلاً بك سيد لبيب إذن زيارة جديدة للمبعوث الأممي إلى صنعاء يعني ما الذي سيقدمه الرجل هذه المرة؟ في الحقيقة الجميع يعرف أن تتحقات ستوك هولم كانت قائمة على ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول موضوع الأسرة وتبادل الأسرة والجانب الآخر للمفاوضات كان موضوع الحديدة والجانب الأخير كان موضوع تفاهمات تعز هذه الزيارة ستخصص في الأساس للتحضير للجولة القادمة فيما يخص تفاهمات تعز مع الضغط على جماعة الحوثي لتحريك ملف اتفاق الحديدة وإتمام موضوع الأسرة ولكن الزيارة الرئيسية هي من أجل تعز الذي أنا من وجهة نظر الشخصية لا أعتقد أنها ستضيف شيء إذا كان إلى الآن لم يقدم الحوثي ولا القائمين على اتفاق الحديد من الجانب الحوثي أي شيء لحل المشكلة في هذا الجانب إلى اليوم يمتنع الحوثي عن عقد أي اكتماعات في الجانب الخاص في الشرعية حسب اكتفاق أفستوك هولم أنه سيكون هناك أو عفواً حسب طلب كورمانت الجنرال هولندي بأن يكون هناك اكتماعات في الجانب الخاص على الشرعية والجانب الخاص على الانقلابين إلا أن الانقلابين يرفضون تماماً هذه النقطة الانقلابين هددوا حياة هذا الرجل مرتين أحد أما كان بيطلق النار على موكبة الانقلابين يرفضون تحريك هذا الملف إلى اللحظة ويطالبون بنفس الوقت بأن تكون تقارير المنجوب الدولي أو المبعوث الدولي الممتحدة إلى اليمن إلى جانبهم 100% مع العلم أن الجانب الحكومي يعمل جاهداً مع مكتب المبعوث الدولي على تنفيذ اتفاقيات الحديدة ولكنهم يرفضون تماماً تنفيذ أي بند من البنود إلى هذه اللحظة حتى أنهم يمنعون وبصريحة العبارة الرئيس البعثة الدولية أن يمدد عمل اللجنة القائمة الذي ريدي بعثه 75 واحد ولكنهم يرفضون الآن ابتعاث المزيد لكن الزيارة هذه القادمة لن تضيف شيء فقط هو مجرد تحضير لعقد اجتماع قادم حول تفاهمات تعز نعم لكن سيد لبيب كما أشرت أن الزيارة قد تركز على مسألة الترتيب لجولة مشاورات جديدة ما الذي تحقق في الجولة السابقة حتى يتم الدعوة لجولة أخرى وهل سيقبل الطرفين الحضور لهذه المشاورات في ظل هذا الواقع نبعث الدولي مضطر أن يأتي إلى زيارة الحكومة الإنقلابية لأن مجلس الأمن يريد منه تقرير في الأخير وبالتالي هو يجب أن يتحرك لكي يحرك ما تبقى من اتفاقية ستوكهولم بغض النظر هل سيؤدي ذلك إلى نتيجة أم لن يؤدي ذلك إلى نتيجة هو مضطر أن يأتي إليهم هو مضطر أن يجلس معهم هو مضطر في الأخير أن يرفع ما وقد منهم إلى مجلس الأمن وبهذا النظر الشخصي هو أكد مرة أخرى لن يكون هناك شيء إيجابي أو لن يكون هناك نتيجة عملية فعلية من زيارة المبروث الدولي إلى صنعاء لقاء حكومة الإنقلابيين هم كل ما سيفعله سيطالبونه بالضغط على الحكومة الشرعية من أجل تنفيذ بعض المطالب الذي يريدونها هم وليس المطالب الذي تم الاتفاق عليها مرة أخرى أقول بأن زيارة تأتي ضمن برنامج لا أكثر ولا أقل سيأتي رئيس المضعوث الدولي إلى صنعاء سيناقش معهم سيحاول أن يدفعهم إلى دولة مفاوضات جديدة وهم سيحاولون أن يدفعون أكثر أو يضغطون عليه أكثر للضغط على الحكومة الشرعية هذا كل شيء نعم إذن سيد لبيب تكرم بالبقاء معي أعود إليك سيدة ميساء شجاع الدين سيدة ميساء هل كتب على المسار السياسي في اليمن أن يظل رهين التسويات غير العادلة أو أيضا التعثر أعتقد التعثر حتى الآن وسيأتي التسويات غير عادلة كما رأى القرص الآخر أو السفورة في هذا السوق ولكنه حتى الآن أعتقد أنه تعصل لا أعتقد أن الحق ستنتهي قريبا وأعتقد أنه في أحسن الحالات ممكن هذا المبعوث الأممي ممكن أن يصل لتفادة جزئية بسيطة هنا وهناك لكن التسويات النهائية لن يصل لها لكن سيأتي يوما لأنه يعني في النهاية التدخل الإجريبي لابد له أن ينتهي ستنسحة هذه الدول لحظة من اللحظات من اليمن وسيتم تنسحة قصوم الحوثي بأداءهم الباعث ضيّعوا على نفسهم فرص كثيرة في أنهم ينبغوا أنفسهم وينبغوا البلد فأتفور أن المسألة لا زالت متعثر الفترة طويلة نعم، إذن وضحت الصورة أشكرك جزيل، شكر سيدة ميسا شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية كنت معنا من المنامة أشرك معنا في الحديث سينضم إلينا السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي سينضم إلينا من عمان سيد عبد الناصر مساء الخير سيد عبد الناصر هل تسمعوني؟ سيد عبد الناصر تسمعوني؟ نعم، إذن يبدو أن سيد عبد الناصر لتصال ليس جاهزاً معه حتى اللحظة أذهب إليك سيد لبيب ناشر سيد لبيب، نتسأل هنا من خلال ما حدث لموكب أو موكب البعثة الأممية للجنرال الهولندي في الحديدة اعتداء أكثر من مرة ربما يعرف المتسبب بهذا الاعتداء معروفة لكن هناك بالمقابل عدم إفصاح من الأمم المتحدة هل تعتقد أن الأمم المتحدة ستغير من طريقة تعاطيها مع ملف ميليشيا الحوثي فيما يخص ملف الحديدة بعد هذه الأحداث؟ بالتأكيد كل هذه الأحداث ستكون مشكلة سلباً على مسار تعامل الحوثيين مع البعثة الدولية هذا أمر شطير، هذا أمر ليس بهي أن يتم محاولة إغتيال أو إطلاق النار على رئيس البعثة العسكرية للمراقبة من قبل الأمم المتحدة ولكن الأمم المتحدة من جانب آخر لا تريد أن تجعل هذا الأمر نهاية للمفاوضات لأن البديل سيكون رفع يد الأمم المتحدة تماماً وما هم الأمم المتحدة الآن هو الجانب الإنساني أكثر من أي جانب آخر أن ترفع لجنة الرقابة معنا ذلك أن يأتي الضوء الأخضر للطرفين للإقتتال دون أي التفات للوضع الإنساني وهذا ما لا تريده الأمم المتحدة صحيح أن ما حصل فأنا أمر خطير أمر خطير جداً سيشجع ضد الانتلافين وهم يعلمون ذلك وإحدى تبعات هذا الأمر أن رئيس البعثة طلب من الأمم المتحدة أن ينقل مكتبه لللقاءات في خارج اليمن فإجابة على سؤالك نعم سيكون الأمر سيئ جداً عواقبه سيئة جداً على الإنقلابية أشكرك سيد لبيب ناشر الناشط السياسي كنت أمعنا من نيويورك شكراً جزيلاً لك أعود لضيفنا المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع سيد عبد الناصر مساء الخير سيد عبد الناصر هل تسمعوني؟ سيد عبد الناصر سيد عبد الناصر سيد عبد الناصر نعم، إذن يبدو أن السيد عبد الناصر المودع يعني نواجه مشكلة في سماعه لكن مشاهدين سنكتفي بهذا القدر من حلقة الليلة من زوايا الحدث في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي كان معنا الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين كانت معنا من المنامة والشكر أيضاً لسيد لبيب ناشر الناشط السياسي كان معنا من نيويورك وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني وهي أيضاً من جميع أفراد طاقم العمل حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظاً